لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات صح 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 مارودنا كان لك ما هيك من الصبح هيك من الصبح يعني شوف يا حبيبك أجمل حكاية حتى وصوتك هيك العمري كله حتى وصوتك هيك شوفتك مع صوتك أحلى من فراقك يروح كيف بس تخيلني لأي درجة. رهف اسمعين. لا دبحتيني. بارح. ممكن بلش فيها بالمقدمة لهالدرجة عم بقولك بارح رهوفي أنا قاعدة بأمان الله بدرس بزيت. يلا عند. إذا أنا باعدت على العشرة وزيت نايمة من التمانية. ما هو ناموا صحي شو أخذت خيلولة من التمانية للعشر. لشو ما يبتب ناموا. شاكمل السهرة. شان نفضر عروس بيروت. شان نفضر عروس بيروت ونتفريكس. رهوفتي. آي عمري. وإز بها رهف تبعتلي مسج. أغمنا علي. أغمنا. اقرأي. إيش من الآخر. ركزوا. حب وفراق وأمل. يلا. شو بحبها الاسم أمل. أمل. كتير اسم حدو. تقول قررت الانفصال عنه. وبعد ساعتين من القرار أرسلت له رسالة نصية كالآتي. نعم. من بيتي وأنا متأهبة للخروج مع والدتي للتبضع. أعلموا أننا انفصلنا. ولكن اعتادت يداي على إبلاغك. فرد عليها إلى المرأة التي لن تنفصل عن روحي وجسدي. لا تتأخري. لأنني معتاد على الإصغاء لصوتك في هذا الوقت. يا الله. شو رأيكم بس. والله ما هو مشهد بلخص الحب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صح صح. اليوم هاي المقولة اللي حكيناها هي مدخل لموضوع. استوحينا منها المقولة. إلو علاقة بجانب وزاوية بتسير بحياتنا العاطفية ولكن احنا ما منفكر فيها. مؤخرا كتير منحكي عن الطلاق والانفصال. ولكن ماذا لو انفصل الزوج عن الزوجة وحسوا بشعور الحب والاشتياق. فقرروا انهم يرجعوا لبعاد. هلأ احنا بدنا نأكد على الألم اللي بيحس فيه الطرفين بعد الفراق. وخاصة الطرف الذي لم يتخذ القرار. بعد الفراق بيصير فيه عدة مراحل. المرحلة الثانية هي الأصعب. لأنه المرحلة الأولى بيكون فيها حالة من النكران أو عدم الوعي. أو حالة من الكبرياء اللي بمنعك من الحزن. في الحالة الثانية بتتوجع. هلأ الخبراء النفسيين بقولوا انه يعني الشخص الطبيعي. الشخص اللي بيتعامل مع عواطفه حتى بطريقة عقلنية. بحاجة إلى ستة أشهر حتى تنقضي مدة الزعل. ولكن في عندنا هون نسبية في المشاعر. بعض الأشخاص قد تمتد فترة الزعل معهم إلى عشرين عام. تخيلوا أنه بعض الرجال حتى بعض الفراق بسنوات عديدة بيظل يراقب. بيظل يشوف كيفها. شو أخبارها. كيف حايشة. طبعاً بيظل عنده نوع من الفضول أنه يشوف كيف شكل ولادها. لو كان ولاده كيف ممكن يطلع شكلهم. لهالدرجة بيتبع على تفاصيلها. إحنا اليوم اللي بدنا نقولكم إياه ونأكد عليه بأنه الذكاء الوجداني هو غباء. تعامل مع الحالة أز إز بس كمان ما تخليها كثير تاخد من عمرك ومن أحلامك ومن حياتك. أنا مؤمنة رهف بأن الحب بعد الفراق قد يكون أكثر قوة لأنك بتحسي بقيمة اللي فقدتي. أنت شو بتقولي؟ وفيه أوقات الكوبلز أو الأزواج بينفصلوا أو بيفترقوا لظروف خارجة عن إرادتهم أو ظروف خلينا نقول صعبة جداً بتخلي الحب ميت وبتخلي الحب مش قادر يوقف على رجليه. لما يبعدوا عن بعض وترجع الظروف الطبيعية يعني مرات الزلمة لما بيترك شغله كل علاقته العاطفية مع الزوجته بتتأثر. لما يمر بمأزق مادي معين لما يمر بمرات مثلاً الزوجة لما تفقد والدها أو والدتها بتدخل بحالة اكتئاب بتصفي إنساني مش قادر تعطي حب. فهي بتفكر أنه هذا الزوج أصبح غير محب أو هاي العلاقة أصبحت تالفة ومهترئة ولكن لما يبعدوا لما كل واحد يرجع لحالته النفسية المستقرة دائماً بنحكي عن الاستقرار. أنت وإنت معصف ما بتقدر تفكر. أنت وإنت زعلان. أنت وإنت حزين. صعب تاخد قرار لأن حالتك نفسية غير مستقرة. لما تهدى العاصفة وتروق وترجع تفكر أنه هاي السيدة هي الوحيدة اللي فهمتني. أنا كنت مبسوط معاها. هي كانت تفهمني فيها أخطاء بس فيها كتير حسنات والعكس صحيح عند المرأة. فأعتقد أنه في بعض حالات الطلاق والانفصال ما بيكون فيه شرخ كبير. بيكون فيه تفاصيل أصبحت مزعجة والحياة صارت باردة. فالناس تستسهل الانفصال. تستسهل الانفصال. بس رهوفتي أنت حكيتي شغلة هلأ لزيزة. القرار وإنت زعلانة ما تاخد قرار وإنت كتير مبسوطة ما تاخد قرار. طبعا. حتى في عز فرحك ما تاخد قرار. أي شي زيادة. أي شي زيادة. أي شي إكستريم ما تبني عليه قرار. شوفوا. هلأ كيف الإنسان في مرة سألت شخص بأنه أنت ممكن هو منفصل عن زوجته وما في أولاد. يعني ارتباطهم كان كتير قصير ورجعوا وانفصلوا. وخلاص عرفت كيف إليه لما ما يكون في أولاد تنقطع العلاقات تماما يعني ما فيش قاسم مشترك بينك وبينها. فخلاص كل واحد راحب بطريقه. فبسألوا بقولوا أنه أنت متدايق يعني مثلا تشتائلها بتشعر بالفشل بسبب هذا الانفصال وما إلى ذلك. قال لي لا بس أنا كنت بحب نرجع بعد ما انفصلنا. قلت له بس ارتباطها السريع شككني بكل الحب بسرعة راحة ترتبطت وحبت وكذا. قال لي فهذا الارتباط السريع فاجأني لأنه أنا الرجل ما قدرت أنسى وأطوي الصفحة بهالسرعة. فمرات لما أنت مثلا بتكوني لنفترض بتفكري أنه هذا الشخص اللي كان معاكي ما بيفكر فيك أو استسلم بهالسرعة أو نسي العلاقة. هو مش بالضرورة نسي بس فيه تصرفات كمان إحنا منتصرفها بتخلي البني آدم اللي قدامك يفهم أنه أنت غير مهتمة. بعض البنات بيفكروا أنه هيك الجكر بيفيد بس بعض الرجال ما يعني ما بتفاعلوا مع الجكر بالطريقة اللي أنت بتتوقعيها. طبعا يشوفوا النزعة الانتقامية بالحياة دائما نتائجها سلبية. عمرك ما تنتقمي من شخص أزاكي. أنا بنظري دعو الخلق للخالق حتى إذا تعرضت إلى أسوأ أنواع الغدر والخيانة من صديق من زوج من شريك حياة من زميل بالعمل. ما تفكر ما تستنفذ وتستهلك طاقتك في التفكير الانتقامي لأنه آمن جدا بأنه وعلى الباغي تدور الدوائر. ما في لا يصح إلا الصحيح وما بني على باطل فهو باطل. هلأ انفصلتي أنت أو شخص أنا بقول خدي أتليست سنة انت وياها. هاي السنة حتى ما يكون فيها أي نوع من أنواع العلاقات العاطفية حتى وإن كانت علاقات سطحية. أنا ضد مبدأ ما بنسي الزلمة إلا الزلمة وما بنسي الزلمة. آه أنا مزيق طبعا. ضد هذا المبدأ لأنه لشريك المناسب إحنا ما منلاقيه على رف بكارفور. طبعا صح 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 صح. ممكن يكون شخص كتير منيح بس ما بنسبني ما بقدر أكمل معه عشرين وثلاثين سنة. فخد وقتك بالتفكير مش عشان ترجعه حتى. عشان أنت يصير في عندك نوع من التصالح مع الذات. أنا على فكرة آخر مرحلة بالفراق ما بسميها نسيان لأن الحب الحقيقي لا ينتسى. إذا أنت بتحب جاني ونلي من قلبك ما بتنسى. ولكن تتصالح مع نفسك أنك تغير من أولويات دماغك. تحطها في مؤخرة الدماغ ما تحطها عند الجهة الأمامية. صح ولا لا رهوفة؟ صحيح أعلق على هذه السنة اللي قلتيها بالعالم كل الأخصائيين النفسيين بيقولوا أن الإنسان بعد أي علاقة عاطفية بيكون بحاجة لفترة نقاها. أيوة. إذا انتهت هذه العلاقة تخيلوا حتى لو ما كان في زواج ما بالك لما يكون في زواج يعني ارتباطه يعني أهل ويعني بيته يعني تفاصيل عديدة. بعد ما تنتهي هاي العلاقة أنت بتتوقع أنه أنت روحك من جوة وقلبك ما اهتروا ما تعبوا ما بدهم ترميم. طبعاً. زي لما الواحد بتعرض لإصابة مش بقعد سنة يعمل فيزيو ثرابي. الله عليك. طب صحتك النفسية ما بدها علاج طبيعي ما بدها هدوء ما بدها رواء ما بدها دادي دادي ترجع توقف على رجليها وترجع تمشي. فهاي الرش من علاقة لعلاقة لعلاقة على أساس أنه أنا محبوب أنا ما حدا بيأثر فيه أنا مبسوط. أنت بنهاية رح تقعد بيوم وتسقط على الأرض سديني وما يكون ضايل عندك نقطة حب تعطيها. فاللي بفهم بيعمل نقاها بيرتاح بلملم أجزاء نفسه. الله عليك. حدا كل يوم حكيت شغلة رهوف أصعب فراق هو فراق الذات. طبعاً. إنك تفارئ حالك شوف ما في شخص ما بتستمر بعده الحياة. للأسف حتى أمهاتنا وأبائنا أمسات وسيدس متضل الغصة موجودة. سنة الحياة. سنة الحياة. لكن إذا فارقت نفسك فأنت عايش على قيد الموت. أسعوا مرات بتعرفي شغلة بننصدم منها أنا وناديا. نعرف مراتنا. لا مش بسيك. في. أوكي بتعرفي لما دايماً إحنا بنحكي عبارة سول ميت. فمنحكي عن توقم الروح. آه والله. ونربط بالوطن العربي توقم الروح بالرجال. إذا إنتي إمرأة بتفكر بتوقم روحك كرجل. ترو والرجل بيفكر بتوقم روحك كإمرأة. آيوا. هلأ شريك الحياة أو the one اللي أنتي بتختاريه وهو بيختارك. The one I love. آه. هدول شيء والسول ميتس إشي تاني. آيوا. أنا بحسرت ألاحظ مؤخراً كتير. في تشابه بالأقدار. أنا ورهب مش بقولك التاريخ يعيد نفسه. تاريخنا يعيد نفسه. آه. مو طبيعي. بعدين في مراحل. التفاصيل الحياتية المراحل اللي بنمرأ فيها. ويمكن طريقة كيف نتفاعل مع الأشياء بتخلي القدر يعني فهم القضي. يعني ممكن تسير مع بني الثانية. صح. نفس الموقف سير مع بني الثانية. آه تفاعلنا. بس هي ما تكون فكرت فيه بها العمق أو دخلت بها التفاصيل هالأدة. فبالتالي يمر مرور الكرام. بس إحنا فيه إش غريب مؤخراً عم بيصير ما بعرف شو. اسمع اسمع أنا مثلاً فيه شغلة نفسي أعقل إليها تفسير علمي. بلاش تفسير عاطفي. آه. تفسير علمي. آه أولي لي. هلأ فيه بعض الأشخاص بترجموا مشاعرهم على وجوههم. فأنت من خلال قراءتك لملامح وجهه بتقدر يتعرف يا الشخص مبسوط فرحان زعلان مستفق وإلى آخر. صح هلأ أنا يا جماعة والله العظيم مرة صارت وصلنا أنا وياها على الباركينج نزلت بس قلت لها صباح الخير بس قالت لي مالك بلاش هاي بدخل ع غرفة الميكوب هلأ شافتني أجزاء من الثانية فيه إش يا حبيبتي هلأ هلأ شافتني. يعني أنا لسه ممبين وجهي فرحان زعلان متدايق مش نايمي كزا فأنا قراءة رهف لوجهي تذهلني. وانتي كمان أنا ممكن عاجي أقود قدام نادية في ساعة آه وهيك أعملها ولو تشوفي بس هي بتكون عارفة مثلا أنا بالزبط داخليا شو حاسي أو إني أنا ممكن أكون مثلا هادية بس أنا من جوها مبسوطة فهي بتعرف بتعرف بالحالتين بتعرف مثلا لما هاي الجملة نقالت أنا شو حسيت. صح آفة كتير بس الحمد لله الحمد لله هاي نعمة وأنا متأكدة متأكدة وما بدي إنها تتكرر خلص أنا آه وأنا كمان من باب الصداقة أنا أكتفي بإنه يكون في شخص أطلع منها الدنيا بشخص واحد قادر يقرأني ويفهمني ويستوعبني وأتجرد أمامه من كرامتي جود إناف فير إناف فير إناف صح 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 ما ردنا اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه